اشتركوا في القناة وعبر سنتعلم من خلال درسنا لهذا اليوم قراءة النص قراءة جهرية سليمة معبرة عن المعنى واستنتاج المعنى العام للنص استنتاجا صحيحا هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا إذن دعونا في البداية نشاهد هذا الفيديو في يوم شديد الحرارة طار الغراب ليشرب من النهر الذي اعتاد أن يشرب منه كل يوم فوجد ماء النهر قد جف من شدة الحرارة طار الغراب مسافات طويلة للبحث عن مورد آخر للماء لكنه لم يجد حتى كاد أن يموت من شدة العطش فجأة وجد الغراب وهو يطير مكانا به بقايا أكل وزجاجة فيها ماء يبدو أنها بقايا رحلة هذا ما قاله الغراب لنفسه اقترب الغراب من الزجاجة ليشرب لكن لسوء حظه عنق الزجاجة كان ضيقا والماء في قاع الزجاجة والغراب لا يستطيع أن يصل إلى الماء بمنقاره وقف الغراب حائرا يفكر في طريقة يشرب بها الماء من الزجاجة هل أوقع الزجاجة على جانبها حتى يخرج الماء منها؟ هكذا سأل الغراب نفسه لا لا إذا وقع الماء من الزجاجة على الأرض فسوف تشربه الأرض بسرعة لأن الأرض عطشانة هي الأخرى ولن ألحق منه شيء نظر الغراب حوله فوجد بعض الصخور الصغيرة فجاءته فكرة رائعة أخذ حجرا صغيرا ووضعه في الزجاجة فارتفع الماء داخل الزجاجة قليلا طار الغراب وأحضر حجرا آخر ووضعه في الزجاجة فارتفع الماء أكثر إلى أعلى أخذ الغراب يكرر وضع الصخور في الزجاجة حتى ارتفع الماء تدريجيا واقترب من فوهة الزجاجة عندما اقترب الماء أكثر استطاع الغراب أن يشرب حتى ارتوى وأنقذ الغراب حياته بفضل تفكيره الذكي والآن يا أحبائي هل استمتعتم بالحكاية؟ نعم وأنا كذلك استمتعت كثيرا ما الفائدة التي استفدتموها من هذه الحكاية؟ فكروا نعم أحسنتم لقد استفدنا المثابرة والمحاولة وعدم الاستسلام ويجب أن نتأنى ونصبر حتى نحصل على ما نريد دعونا الآن ننتقل إلى معايير القراءة ما هي معايير القراءة يا ترى؟ وضوح الصوت مراعاة علامات الترقيم التعبير عن المعنى ووضوح مخارج الحروف الآن أيها الرائعون افتحوا الكتاب على صفحة رقم 144 على درس الغراب والجرة الغراب والجرة يحكى أن غرابا كان يشعر بعطش شديد ولا يعرف كيف يشرب من جرة فيها قليل من الماء حاول الغراب إدخال من قاره في الجرة ليشرب فعلق في عنق الجرة الضيق ووجد صعوبة في إخراجه منها فكر الغراب ثم بدأ يحمل الحصى الصغيرة بمنقاره ويرميها داخل الجرة لاحظ الغراب ارتفاع الماء فاستمر يرمي الحصى داخل الجرة ارتفع الماء وشريب الغراب ثم عاد إلى عشه مسرورا وبهذا يا أحبائي نكون قد أنهينا قراءة درسنا لهذا اليوم ما رأيكم أن نبدأ الآن باستنتاج المعنى العام للنص وكما تعودنا دائما نقوم بالإجابة على مجموعة من الأسئلة للوصول إلى المعنى العام للنص هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا ما عنوان النص؟ هيا بنا نفتح الجرة؟ ما عنوان النص؟ نعم عنوان النص الغراب والجرة ننتقل إلى جرة أخرى ما سؤالها؟ ما المشكلة التي واجهت الغراب؟ فكروا معي ما المشكلة التي واجهت الغراب؟ ما أروعكم؟ نعم لقد واجهت الغراب مشكلة العطش الشديد لم يكن يجد الماء في أي مكان ماذا وجد الغراب أثناء بحثه عن الماء؟ ماذا وجد الغراب؟ نعم وجد الغراب جرة بها القليل من الماء ما الحيلة التي فكر بها الغراب؟ كي يرتفع الماء ويشرب ماذا فكر الغراب؟ ما الذي فعله الغراب؟ أحسنتم لقد أحضر الحصة الصغيرة ووضعها بداخل الجرة وبدأ الماء يرتفع قليلا قليلا حتى شرب منها الغراب وارتوى وعاد إلى عشه كيف عاد؟ نعم عاد مسرورا إذن ما العبرة التي تعلمتها من القصة؟ ما العبرة التي تعلمتيها من القصة؟ هيا يا حمدة نعم عدم الاستسلام ومواجهة المشاكل حتى نجد الحل الصحيح لها هيا ننشد إنشودة إنني مثابر إنني صبور أبحث عن ماء في غابة الزهور هقد وجدت جرى بها الماء قليل ما الحل يا صغاري فلنحسن التفكير ما الحل؟ نعم نملأها بالأحجار فأحضر الكثير هيا نحضر له حجارة ليملأ بها الجرة ما أرواعكم؟ كم أنتم متعاونون تتعاونون مع الغراب شكرا لكم إذن ما المعنى العام للنص؟ ما المعنى العام للنص؟ نعم التفكير والبحث عن الحلول لمواجهة المشاكل والآن يا أحبائي هل أنتم مستعدون لنلعب هذه اللعبة؟ ونقوم بفتح القفل حتى نعرف المعنى العام لنص الغراب والجرة هيا بنا ما المعنى العام لدارس الغراب والجرة؟ هل هو المفتاح الأحمر؟ عدم مواجهة المشاكل؟ عدم مواجهة المشاكل هل نستسلم ولا نواجه؟ هل هو مواجهة المشاكل؟ والبحث عن الحل الصحيح لها؟ هيا نجد عمل رائع عمل رائع ما أرواعكم؟ أنا فخورة بكم وهكذا يا أحبائي نكون قد عرفنا أن المعنى العام لنص الغراب والجرة هو عدم الاستسلام ومواجهة المشاكل واليوم سنقوم بالتجربة التي قام بها الغراب ها هو الغراب وعندي أحضرت هذا الإناء هو يشبه إناء الغراب الذي ملأه بالحجارة ليشرب هل سيستطيع الغراب والإناء ليس منتلئا تماما أن يشرب؟ لا، لن يستطيع انظروا لا يصل الماء إلى منقاره ما الذي فعله الغراب؟ نعم، بدأ يملأه بالحجارة ها أنا سأملأ الحجارة هذه تجربة جميلة هل لاحظتم؟ بدأ الماء يرتفع معي هل هذا يكفي؟ هل سيستطيع الغراب الآن أن يشرب من هذا الإناء؟ هل رأيتم كيف ارتفع الماء؟ انظروا قوموا بتجربة هذه التجربة مع أمهاتكم في البيت دعونا نرى هل سيصل الماء إلى منقار الغراب؟ نعم، نعم هيا قل بسم الله قبل الشرب وماذا نقول بعد الشرب؟ الحمد لله رب العالمين الذي رزقنا هذا الماء وبهذا يا أحبائي نكون قد وصلنا إلى الواجب عليكم أن تقوموا بنسخ الفقرة الأولى في دفتر النسخ وكذلك تسجيل صوتكم وأنتم تقرؤون وتقوموا بإرساله لمعلمتكم عبر برنامج التيمز وبهذا أبناء الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم وهو قراءة الجزء الأول من درس الغراب والجرة أراكم في دروس لاحقة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر